أقول فضيلة الشيخ أفتقكم الله علمت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل فهل يدخل في ذلك من تشر من لبس المرأة ما يسمى بالشماغ النسائي وهو على هيئة شماغ الرجل في طريقة اللبس لكنه يختلف لونا فقط نعم يدخل في هذا ما كان من خصائص الرجال ولا تلبسه المرأة وما كان من خصائص النساء لا يلبسه الرجل ومن خالف هو ملعون ومتشبه في الجنس الآخر نعم